وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات يسوع المسيح ربنا ايه تفسير الآية دي يا سيد هنا كلمة تعين معناها أعلن أصلحنا عندنا في مصر ما قولك تعين معناها بقى موظف لا هنا تعين معناها زهرة للعيان يعني قدام الناس الإبتي كاتب التيش تيش بالإبتي معناها تحدد وجاية في الإنجليزي أوضح أعلن أنه ابن الله بقوة اعلن صار واضحا للعيان أنه ابن الله بقوة امتى بالقيام من الأموات ومين عمل كده قال روح القداسة اللي هو الروح القدس من جهة الروح القدس أعلن قيامة المسيح وأعلن من خلال القيامة أنه ابن الله بقوة يعني هنا بتكلم عن عمل روح القدس اللي لسه نفتك وتقول أنه يعلمكم كل شيء فهنا هو اللي أعلم أو أوضح هم أبقنا الرسل عندما رأوا المسيح بعد القيامة فهموا بقى أنه ابن الله قيامة هي اللي أعلنت هذا الأمر مين بقى اللي فهمهم الروح القدس عشان كده المسيح قال لهم لا تبرحوا أرشا ليم حتى تلبسوا قوة وتكونون ليش يهودا والروح القدس قال عنه المسيح يشهد لي ومن غير روح القدس ما كانتش عندهم القوة اللي كانوا يقدروا يكرزوا بيها لا القوة والفهم يعني أحياناً بيبقى واحد بتقابل مع ناس لي مع دكتوراه وأستاذ في الجامعة ومش فهم حاجة هو فيه إيه؟ يعني الروح القدس ممكن يعطي زكاء واستنارة وفهم لواحد بسيط أكتب من واحد متعلم بس قافل كبرياءه مش مدي فرصة للروح القدس ومسيح لكن كبرياءه مش سامح للروح القدس إنه هو ينور عقله وممكن تكون معلماته ومعرفته مش عايز يخضع لتعليم الروح القدس فرافض شايف إنه لا يحتاج اللي عنده كفير عشان كده المسيح سواء شخص متعلم أو غير متعلم يعني بوليس كان متعلم أي ولؤة يعني طبيب ده هيكون إيه جاهل ما يعرفش إيه قرأ يكتب لؤة كان طبيب فمش محصورة على الجهلة بس هنا ميزة إن حتى المتعلم بيسلم نفسه للروح القدس بوليس الرسول قال لما أتكلم بحكمة الناس ببرهان الروح والقوة ليه؟ عشان يكون فضل القوة لله لمنه فالروح والقودس هو الذي أعطى المعرفة الدقيقة لأبقنا الروس في اسم تسيام الرسول اللي احنا فيها دقاتي نقول وملأهم من كل معرفة وكل فهم وكل حكمة روحية كواعدك الصادق في كل يوم أنا يعني بعترف قدام الناس وأنا بصالي القدس أثناء حلو روح القدس أرشم كده الصليب على ذهني يقول له يا رب أنا إنسان جاهل أرجوك الدين المعرفة والفهم والحكمة الروحية دي نعمة من عند ربنا وما نفتخرش بيها وعايزها كل يوم لأن مش أقول خلاص أنا أخدت المعرفة والفهم والحكمة الروحية وطير وسيب الروح القدس في كل يوم زي الحنفية يقف جنب ويقوله الدين المعرفة والفهم والحكمة الروحية ممكن يفرق الإنسان أو خلاص لو حست نفسه مش محتاج تاني أكتر من كده على طول يعني الواحد لما يحس إن هو عارف الروح يسأله خلاص ورين شطرتك صح تنسحب منه النعمة التنوع اللي يعني ربنا عمله مع التلاميذ ما بين المتعلم والصاحب اللغات زي من يفتك زكارة الوقت أو بوليس الرسول وبين البسطاء زي بوتروس بصي مثلا ماريموروس لما جه أول بوترك الإسكندرية كان انيانس انيانس شجرته إيه سكافي سكافي يعني جزماتي طيب هل هو فعلا بقى الإيمان بين البسطاء والإسكافيين والمزارعين لا كان فيه فلاسفة انجذبوا إلى الإيمان وقطاعوا الإيمان يعني الفيلسوف اللي هو فلسف الإيمان بقى هرتوكي زي أريوس لكن اللي قطاع الإيمان بقى عظيم زي أثاناسيوس أثاناسيوس كان فيلسوف يوحنا ذهبي الفم درس البلاغة والفلسفة وكان في الأجيال دي الواحد علشان يعرف يعيش يدرس الفلسفة والبلاغة والمنطق واللغة فيبقى ده يوحنا ذهبي الفم قبل ما يتراهبن قبل ما يبقى كاهن وأسكف كان محامي يوقف قدام القضاء ويترافع علشان ينصف المظلوم وطبعا بتعتمد على قوة الحجة والمنطق والإقناع للقاضي أكيد طيب دول ما كانوش تسوزج بس هم أخضعوا أنفسهم لروح الله اشتغل بما فيهم من مواد بزار حولها للخيم أسلم نفسي ربنا يستخدمني بضعفي وبقوة